السلام عليكم مرحبا بكم معايا في القناة نتمنى تكونوا بخير و لا خير و كما تشاهدوا فيديو هذا النار و ان شاء الله كنقترحها لكم كيك فردي بشوكولاتة كيجيمون نعيش والديد بالساف خفيف وشيش و بيضة واحدة فقط نتمنى ان هنا لعجابكم و تربوه و تردو لي في تليقات بلا منطول اليكم شو نشوف المقادير و طريقة تحضير و فرجة ممتعة اذا بسم الله على البركة الله انا في المقادير احتاج نصف كأس دي السكر نصف كأس من الزيت نصف كأس من الحليب عندي هنا بيضة واحدة اللي تكون كبيرة رشة من الملح عندي هنا الفانين اللي عادي نستعمل هات السائلة كجيزوينة بساف الكيك دي الشوكولاتة عندي هنا يا كيس من الكاكا والمر و عندي كدلك كيس من الخميرة الكيميائية 8 جرام و عادي يحتاجه للدقيق اللي كيبقى لحسب الخالط اذا هنا اخذت واحد البول نضع في ذلك الحبة دي البيض هنا البيضة شوية متوسطة قد نضير لهم هنا يرشة من الملح و نضيف زيادة كأس دي السكر هنا قد نخدمه بطرعب اليداوي كنخلط هنا مزيان قد نضيف كذلك نظن له السائلة كتعطيه مدق سوين بساف الكيك دي الشوكولاتة إلا ما كانت متوسطة فأديرو غير كيس دي السكر فاني نخلط مزيان هنا يحتكي بيض الخالط دي البيض والسكر و نضيف هنا الزيت بالتدريج و انا كنخلط حتى كنت تحصل على هاد القاوة أو يكون السكر دي السكر قائد مزيان مع المكونات الاخرى سوف نضيف للماء تضيف الكهوس الدواب و نضيفًا نضيف الدقيق نضيف سكر هفوان نضيف خاميرات الحلويات 8 جرام نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة نغرب الكل جيدة نضيف ملعقة كبيرة نضيف الدقيق نضيف الخليط نضيف الكل جيدة نضيف ملعقة كبيرة نضيف الكبيرة نضيف الخليط لا يكون خفيف لن اضيف الكيك اخذت هاد القوالب دي المول العجيب لكي يكونوا هكا فرديين يمكن لكم تديروا مول كبير او لا تستعملوا دوك اللي مول اللي كيكون يعني غارقين بزاف وفيهم غيح وفرعة صغيرة فكيبقى لكم الاختيار سوف غدين فوز هنا يا زبدة بعد طريقة في مول سوف يوضعتها مع كاف الصينية وغادي نعمرها كالقوالب هنا نحاول اننا نغطي ودك الواسات متاع الكيك تقريبا نجمع القكوبار كافيين باش نخلو الكيك دينا في نيطلة سوفيو هاد الاتناء كنكون شعلت الفرن كي يسخن على نار اللي كتكون من توسطة وكندخلو الكيك دينا حتى كي طيب وكننزلو من تحت حيائي كيتشمعها كامل فوق وكنخرجوه انا القوالب راني مادرت له مش الدقيق قد هنتم غفز به فقط فا كافي الكيك ديالشوكولاتر لا يسقط لكي لا يأتي بيض في الجوانب يجب أن تلاحظون القوام يأتي خفيف ويسقط بكل سهولة هنا ندوز سكين من الجوانب بها الطريقة سوف نقلب ويسقط بكل سهولة لا يسقط ندوز ستكون لكريمة سوف نحضر الكريمة كأس الحالب كما نعطي قيص لا يحتاجه في 6 كيكات نضيف الكريمة كأس الحالب نضيف الكريم بطيسير ملعقة كبيرة من الكريم بطيسير مع كيس الكاكاو المر هنا لا يوجد الكيس الكاكاو يمكن أن يدفع ملعقة كبيرة سوف نضيف الكريم بطيسير ونضع فوق النار مع التحريك المستمر حتى يقعد الخالط لا تحبسوا من التحريك لكيس الكريمة لا تستمروا بالتحريك حتى يقعد الكريمة ونضيف النار هنا الكريمة من بعد ما وجدت هنا نفرغها مباشرة من فوق الكيك من بعد ما يكون برد هنا نضيف الكريمة لنضيف الكريمة يجيني متساوية لا يوجد عوجة كما لاحظت معي كأس ونصف أعطني أمريك لنضيف الكريمة ونضيف الكريمة لنضيف الكريمة لنضيف الكريمة للشكل لنضيف الكريمة الفردي بالشوكولاتة اللي حضرت معكم هذا النهار حتيتهم كافكويتات بشيجون سهلين نهزوهم كيجي هدو القوام ديالهم كيجي وخفاف وشاش بزاف والكريمة كتجي كريمية متشبعوش من ناو بنينة بمكونات اقتصادية كما لاحتوا معايا كنشكركم دائما علموش هذا والمتابعة اللي عجبكم فيديو خليوا لي أكبر عدد من لايكات تحليق زوين للتشجيع فقط نتلقوا في وصفة جاية إن شاء الله خليتكم الراحة بصحة والراحة ومع السلامة